السلام عليكم ورحمة الله. صباح الورد والياسمين. وكل صدنا الطيبين. حبايبي الحلوين. حبايبي فن وحس. ومعكم مع صبري والنهاردة هنعمل بناء على طلبكم المفرش آآ ده. ده مفرش آآ طاولة وحدات. كنا عملنا قبل كده الوحدة مفاصلة. وعملنا كفية وعملنا شال. وكتير منكم طلبوا اننا نعملنا مفرش وعملين له كنار من على الحرب. علشان يبقى مفرش خاصة. عشان ما تعوضيش تدوري على كنارات كتير. لو انت حابة كنار مختلف في كنارات كتير عندنا في القناة. كده بي كنارات فن وحس. آآ او اكسسوار فن وحس. هتطلع لك حواف كتير ممكن تستعمل لأي واحد منه. الوحدة آآ كان مقاسها آآ ستة سنتي. ستة وشوية يعني بتقريب. تمام? وهنا آآ انا عاملة خمس وحدات آآ طول. وآآ اتنين اربعة ستة تمان وحدات آآ عرب. لأ تمانية ععة وطول وخمسة آآ عرب. تقدر تعملين المقاس ان انت حابة. آآ بالنسبة للمقاس آآ ده بالزرق. عمل سبعة وخمسين سنتي. السبعة وخمسين سنتي دول آآ عملوا حوالي مية وآآ عشرين او مية مية وخمسة وعشرين جرام. آآ الوحدات الاساسية في النص عملت بالزبط. مية جرام. خمسة واربعين ووحدة. عملوا مية جرام. الكنار لوحده عمل آآ حوالي عشرين آآ عشرين آآ جرام. الزيادات دي بقولك علشان آآ اسمها ايه? قبل تنظيف الشغل. آآ طبعا فيه بيبقى فتلة في البداية وفتلة بالنهاية وقبل ما تنظفي الشغل بيبقى آآ دي الزيادات آآ بتاعتك. عشان انت متقص قصي خلي بالك عشان انت بتحسبي على الخد بس اللي قدامي. الزيادات دي بتحسب آآ معاكي. سهل وبسيط ونبتدي بسم الله. اما بالنسبة لو احنا عايزين نعمل مفرش صفرة. هنعمل اخد ناخد اي حاجة ناخد مقاس الوحدة. دي بما انها مربع. دي مقاسها آآ ستة سنتي في ستة سنتي. تمام? بتعملي ايه? بتاخد مقاس الوحدة. وبتشوبي طول الحاجة اللي انت عايزيها. انا اللي انا عاملها ده آآ سبعة وخمسين سنتي. انت عايز تعملي متر ونص. عايز تعملي مترين. ايا كان المقاس. هتقسمي المتر ونص ده على الستة سنتي هتطلع لك كم وحدة طول. يعني هتقولي مية وخمسين على الستة هتطلع لك كم وحدة طول. هيعمل خمسة وعشرين وحدة. هتعمليه مسلا متر ونص. في متر ونص هيعمل خمسة وعشرين ووحدة. عايزة آآ اكتر هتزاودي. ماشي? يبقى احنا كده عرفنا ايه خمسة وعشرين وحدة لو لو عرض متر وخمسين. طب لو عرض مترين. هقسمي المتين سنتي على الستة سنتي عشان يديني كم وحدة. اسمت المتين على الستة اداني تلاتة تلاتة وتلاتين مكسور. يبقى انا هعمل ايه? هروح مسلا عملة ايه بروح واخدت رقم ده ضربة في الستة. هيطلع لي لو انا عملت مية آآ سوريا عملت تلاتة وتلاتين وحدة في ستة سنتي هيطلع لي مية تمانية وتسعين سنتي. تمام? يبقى انا عندي مية تمانية وتسعين سنتي طول وخمسة وعشرين سنتي آآ خمسة وعشرين سنتي آآ خمسة وعشرين وحدة عرض وتلاتة وتلاتين وحدة طول. هعمل ايه بقى? هروح اعمل له. كده. افضل اشبك الوحدات. وانا في الفيديو اللي فات ايلالكم آآ كم واحدة يدوكي كم جرام آآ وكده. يعني انا ما كنت عاملة في الاول. عملت آآ اتنشر وحدة. التنشر وحدة دول عملولي آآ تلاتين جرام واسم. آآ منهم ستة جرام الوان والباقي ابيض. آآ عملولي تلاتين سنتي طول واتناشر سنتي آآ عرض. فانتي هتعميلي ايه? هتظل لي بقى اشبك الوحدة انت يهدى عرفت ان انت عندك خمسة آآ تلاتة وتلاتين وحدة. طول وحدة. وعندك خمسة وعشرين وحدة عرض. يبقى انا. وافضل بقى ايه? اعمل? واشبك. وبعد كده اعمل لركنور. لو انا بقى يبقى المفرش متر وخمسين في اتنين متر. هنعمل كم وحدة? هنضرب الطول في العرض. هنضرب خمسة وعشرين وحدة. في تلاتة وتلاتين وحدة. يعني بيه ساوي. هيعمل لي تمنمية خمسة وعشرين وحدة. هي الوحدة صغيرة مش هداخد وقت يعني. تمام? يعني انا المفرش ان انا عملته ده. عملته قلنا كام خمسة وعشرين وحدة. لو انت عايزة بقى مفرش صفرة كبير هيعمل لك تمنمية مفرش صفرة متر ونصف مترين. وعدها كبير جدا يعني. بس ده لو انت حبه يعني. فانت فهمت الطريقة? انت هتشوفي المفرش. عايزة طوله قد ايه? وهتقسميه على على ستة سنتي اللي هي مقاس الوحدة. وهتشوفي عرض المفرش قد ايه? وتسميه على ستة سنتي اللي هي عرض الوحدة وهتضرب الطول في العرض. هتلالك انت عايزة كام وحدة? خلاص? عايزة بقى قد ايه? انا قلت لك قبل كده الخمسة واربعين وحدة. عاملين ميت جرون. خلاص? هنقسم بقى الرقم ده على الخمسة واربعين وحدة وهي هتعرفي محتاجين كم جرون? يعني هنقول تمنمية خمسة وعشرين على الخمسة واربعين وحدة ايبقوا تمنتاشر وشوية. تمنتاشر تعمل عشر. يبقى انت عايزة تمنتاشر شلة. يعني حوالي اتنين كيلو. تمام? حوالي اتنين كيلو. آآ طبعا هيفيد منهم بس ايه? عشان طبعا آآ يبقى تجيبي اللون واحد. انت هتحتاجي تمنتاشر شلة. علشان تعملي آآ مفرش طبعا بالزيادات. يبقى انت هتحتاجي اتنين كيلو آآ خيط. خلاص? قلنا قبل كده برضو ان آآ اسمها ايه? آآ اللي هم الدايرتين اللي جوه دول اللي اتنين عاملين جرام واحد خيط. فانت هتشوفي انت هتعمل كم وحدة? وهتروحي عدة كم الالوان اللي انت عندك? وهتعمل يعني الوحدتين دول عاملين الاتنين وحدة اللي هم اللي في النص الدايرة بس الملونها دي. اتنين وحدة الصغيرة اللي هي الدايرة عاملين آآ عاملين واحد جرام. خلاص? يبقى ان امحتاجة حوالي اتنين كيلو خيط علشان نعمل مفرش صفر كبير اوي. ده ايه? ابرع الميت جرام مش اكتر ولا قليل. ميت جرام ولا حاجة انت تعمل مفرش جديد وسهل وسريع وكل سنة وانت طيبين. مش عايب مع ليش انا كنت طولت عليكم بس عشان افهمكم عشان الناس كتير 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 بتسألني على فكاية مفرش صفرة. او مفرش سريل. تقدر استخدمي الخيط اللي انت حباك. انا استخدمت اليزا ديفا ودي مقسات اليزا ديفا. لو عايزة تستخدمي اه ليزا بي بي سكريم او هيملايا اه او اه اه خيط لندن او باريس او اليزا كوتون جولد اه اللي انت حباة اه تعملي بيه. وطبع المقاس هيختلف من وحدة انا فاهمتك على الوحدة علشان تعملي على اي وحدة انت مقاسها عندك. طبعا كل ما الخيط يبقى سميك هيقدر هيبقى اه اه الشغل اكبر واسرع. يا رب ان شاء الله كن فتكم ونبتدي بسم الله. هستخدم خيط اليزا ديفا او خيط روما الاتنين اه نفس اه الفتلة. بس روما ارخص اه سنة. هستخدم اي لون واللون الابيض ده اه اللي هو بتاع الوحدة. هستخدم مقاس خمسة. بينا. تمام? همسك الخيط كده. هلفه كده. هدخل الخيط من تحت اهو. واروح سحب الخيط ده كده اهو. كده عملت عقدة بداية. هشغل سلسلة عادية خالص. هاخد لفة واعمل سلسلة. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر. عندي اتناشر سلسلة. هقفل. هدخل في اول سلسلة عندي هنا. وهاخد لفة واطلع من اي حاجة على الابرة. طلب من حلقة دي ومن حلقة دي. لو انت مبتدئة آآ عندنا في القناة تعليم الكورشي من البداية وتعليم الكورشي من البداية وتعليم الخرص من البداية. همسك الفتلة دي مع الفتلة دي كده علشان آآ آآ انا اضفها معي بالمرة. هالفهم معي كأنهم فتلة واحدة. هياخد لفة واطلع من الحلقة كده ادي واحد سلسلة. اخد لفة كمان. وادي السلسلة رقم. اتنين. هياخد دي كمان. هذه سلسلة رقم تلاتة عملت تلاتة سلسلة بدل اول عمود. هسحب بقى فتلة. اللي هي البقية دي الحلقتين. انا عملت عمود. هاخد لفة وادخل جوه الدايرة كبيرة. لفة واخرك. لفة اخر من حلقتين. لفة اخر من حلقتين. هعمل اعمدة في قلب الدايرة لغالية ما تتميلي. لغاية ما يبقوا معي كان تمانية وعشرين عمود. انا هكمل العمدة لغاية ما يبقوا تمانية وعشرين عمود. بعد ما عمل تمانية وعشرين عمود. خلاص خلصة مهمة اللون ده. هعمل ايه? هتأكد تلاتة سلسلة الاولين عمود. وبعديها آآ العمود اللي بعدها هنعيد بيان ده اول عمود وجنبيه سبعة وعشرين عمود. ادي اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشة بعتاشر ستاشر تمانتاشر عشرين اتنين وعشرين بعتاشر ستاشر ستاشر تمانية وعشرين. هدخل في اول سلسلة من التلاتة من فوق. واخد لفة واسحبها من النمعية كده. منزلقة. وهو قص الخيط. هسيب حتة بس عشان انظف بيها الخيل. هاخد لفة واسحب كده عشان اأمن الدايرة بتاعتي. تدرد استعملي اي آآ لون اي الوان عندك. انا هبقى بعمل دوير كده آآ كتير. عندي وبانين باش اعمل لك كوفر القبط. علشان ابدأ آآ اشبكها آآ او آآ اعمل آآ اللون اللي انا حابقه. اطول قبل ما اتغيري اللون هتروحي واخده آآ ابر التنظيف. بس انا بحب الستالس عن نفسي يعني. وفي ظهر الشغل ادي وش الشغل. في ظهر الشغل هبدأ انظفها. وطبعا هتبدأي تنظفي كل الشغل لما اتخلصي بنفس الطريقة. هتخشي كده مع اتجاه الغرز. كأنك بتخيطي وتسحبي الخيط. وبترجعي تاني لو الابرة فلتت. الخيط فلت كده. بتمشي الابرة. وبعدين بتحشي الخيط. في قلب الابرة هنا. وبتسحبيه. وبتقصي طبعا الزيادات دي. هنجيب اللون الافيض. اللون التاني. هسحب. انا بسحب بصي من نص البقرة علشان آآ ما تتبهدلش معاكي وتبقى سلسة وما تتحركش. بصي بتحركش من مكانها. هعمل عقدة بداية. هلف الخيط كده. وهجيب الابرة كده. وهعمل عقدة بداية. ليه? عشان اعرف اشتغل منها كويس. هسحاب الابرة. هدخل هنا في اي عمود يقابلني انا هدخل في اول عمود انا كنت شغالة فيه. هسحب الحلقة البيضة دي. وهمسك الفتلتين سوا برضو. وهعمل اربعة سلسلة. ادي واحد. اتنين. تلاتة هي التانية بسرعة بس انا بعملها براها عشان ابرها لكم. وآدي رابع سلسلة. وطبعا زيادة برضو هنقصها. هيخد لفة وفوق العمود التاني على طول. هروح دخلها فوق العمود كده هو. وهيخد لفة. وهعمل عمود. سلسلة. هيخد لفة فوق العمود اللي بعديها. هيبسي هنا في عندك هي حلقتين هنا هو كده. باروح سحبة واعمل عمود. سلسلة. وادخل فوق العمود اللي بعديها. واخد لفة واعمل عمود. سلسلة. واخد لفة فوق العمود اللي بعديها. واعمل عمود. سلسلة. واخد لفة فوق العمود اللي بعديها. هدخل. واعمل عمود. وهكذا لغاية اخر. السطر. هعمل سلسلة عمود. سلسلة عمود. فوق كل عمود. هيبقى عندي تمانية وعشرين عمود. بين كل عمود وعمود. سلسلة. اخر السطر بقى عندي تمانية وعشرين عمود. هعمل سلسلة. هشبك في تلت سلسلة من تحت. ادي واحد اتنين تلاتة. انا كده كنت عاملة في الاول اربعة. انا كده سايبة سلسلة بتاعة الفراغ. كده انا خلاص الدور التاني والدور التالت خلاص اخر دور. شتفتوا اسأل من كده? احنا كنا عاملين بنفس الوحدة دي اه خدادية قبل كده بس ما كانتش ملونة. هندخل في الفراغ الاولين اللي هياخد لفة هدخل اطلع من نفس الحلقة اللي في ايدي ودي غرزة منزلقة. هعمل سلسلة واحد اتنين تلاتة. هاخد لفة وادخل في نفس الفراغ واعمل عمود. انا كده عملت عمودين. هاخد لفة في الفراغ اللي بعده هعمل اتنين عمود مع بعض. ادي واحد اتنين. في الفراغ اللي بعده هعمل اتنين عمود مع بعض. ادي واحد اتنين. كده انا عملت ست اعمدة كل عمودين في فراغ. هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة سلسلة هياخد لفة هفوت فراغ وفي الفراغ اللي بعده هعمل عمودين. في الفراغ اللي بعده كمان عمودين. في الفراغ اللي بعده كمان عمودين. بعد ما عملت ست عمودة كل عمودين في فراغ هعمل سلسلة واحدة بس. وهاخد لفة وفي الفراغ اللي بعده على طول مش هفوت حاجة هعمل عمودين. في الفراغ اللي بعده عمودين. في الفراغ اللي بعده عمودين. كده عملت كام? ستة عمودة كمان. ادي ستة وسلسلة وستة. وبعدين هعمل تسعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة سلسلة وهياخد لفة. هسيب فراغ. في الفراغ اللي بعده هعمل اتنين عمود. ادي واحد اتنين. في الفراغ اللي بعده اتنين عمود. ادي واحد اتنين. في الفراغ اللي بعده اتنين عمود. سلسلة. في الفراغ اللي بعده اتنين عمود. ادي واحد اتنين. في الفراغ اللي بعده اتنين عمود. واحد اتنين. في الفراغ اللي بعده اتنين عمود. وهكزا. وبعد كده هعمل تسع سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة سلسلة. هياخد لفة هسيب فراغ في الفراغ اللي بعده هعمل اتنين عمود. اهو بنفس الطريقة كده. اللي هي تسع سلاسل ستة عمدة سلسلة ستة عمدة تسع سلاسل وبعدين نسيب فراغ وهكرر دي تاني وهرجع لكم. عملت هنا ستة عمدة سلسلة ستة عمدة وعملت تسع سلاسل. هاخد لفة هسيب فراغ وفي عندي تلات فراغات رائعيا هعمل في كل فراغ منهم اتنين عمود. واحد اتنين. الفراغ اللي بعده واحد. اتنين. الفراغ اللي بعده واحد. اتنين. احنا ممكن نعمل من الغرزة دي من الوحدة دي حلقة كتير اول. هنعمل سلسلة. هنشبك في اول سلسلة من فوق. بغرزة منزلقة. هسيب مسافة كده. وقص. واسحب دي. وطبعا هنضفها. ما فيش اسهل ولا اسرع من كده. بعد ما بخلص الوحدة. وقبل ما كمل هقول لكم طولها وعرضها. علشان على اساس ده هنقدر نعرف احنا محتاجين كام وحدة لاي مشروع. دي طولها حوالي آآ ستة ونص سنتي. واكيدة عرضها نفس العرض. تمام? قولي ستة آآ سنتي. خلاص? علشان آآ هنقدر نحسب اي آآ مشروع احنا عايزينه محتاجين قد ايه. هنبدأ في التسبيل. الوحدة الاولانية دايما بتبقى كاملة. الوحدة التانية اللي هتعمليها. هنشتغل الاعمدة الاولانية اللي هي باللون ده. وهنشتغل تاني دور اللي هو بالابيض ونبدأ نشبك في الدور. التالت. عملت اربعة سلسلة. وهاخد لفة وهعمل عمود فوق العمود التاني. سلسلة. وعمود فوق العمود اللي بعده. وهكزا لغاية ما خلص الدور كل. اخر السطر هشبك هنا عادي فيه تالت سلسلة من تحت واحد اتنين تلاتة بغرزة منزلقة. السطر اللي هو الاخير اللي هو رقم تلاتة هو لنبدأ نشبك فيه. هندخل هنا هو في الفراغ. هنعمل واحد اتنين تلاتة سلسلة. هنعمل عمود في نفس الفراغ. في الفراغ اللي بعده هنعمل اتنين عمود. واحد اتنين. في الفراغ اللي بعده هنعمل اتنين عمود واحد اتنين. هنعمل لبعض سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة. سواء دي هتشبكي في اول قطعة انا دول شبكتهم وهو واريك ازاي هنبدأ نكمل تشبيك عادي. هي لو انت هتشبكي هنشبك من اليمين للشمال. من النحية دي للنحية. فهنشبك من هنا الهنا. انا هشبك في الوحدة دي. علشان بعد كده هشبك لكم اللي هو الجنبين تبقوا عارفين. هنا عندي دول تسعة سلسلة. اقرب لكم الصورة. دول تسعة سلسلة. خلاص? هدف خلب. ده الوش من الظهر كده. هعد واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. هدخل في خمس سلسلة هنا هو. واخد لفة واسحبها من اللي في ايدي. هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. بعدها هاخد لفة هسيد الفراغ اللي بعد دي على طول. وفي تاني فراغ هعمل اتنين عمود. ادي واحد. ادي اتنين. في الفراغ اللي بعد ديها هعمل اتنين عمود. ادي واحد. ادي اتنين. في الفراغ اللي بعد ديها اتنين عمود. واحد. اتنين. في الوحدة الورا بضهر الشغل اهو. هدخل في الفراغ اللي بين هنا فيه هنا استعمدة وهنستعمدة. فيه فراغ بينهم. هدخل واسحة. سلسلة. هروح سحباها من اللي في دي كده. هاخد لفة. هكمل في الفراغ اللي بعديها على طول. اتنين عمود. ادي واحد. اتنين. في الفراغ اللي بعديها اتنين عمود. ادي واحد. اتنين. في الفراغ اللي بعديها اتنين عمود واحد اتنين. هعمل اربعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة. هنا عندي اهو دول التجمع. لو مش لو لو انت لست اول واحدة هتعمليها. هتعدي من هنا. من بعد العملات دي. واحد اتنين تلاتة اربعة وفي رقم خمسة هتدخلي. وتخدي لفة وتسحبيها من اللي في ايديك كده. وبعدين اعمل بعديها واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة وهاخد لفة خلاص بقى هتعمل الوحدة اللي في ايدي. هسيب الفراغ ده وفي الفراغ اللي بعده هعمل اتنين عمود. والفراغ اللي بعده اتنين عمود. والفراغ اللي بعده اتنين عمود. سلسلة. واكمل باقي الوحدة عادي خالص. اللي هو ستة عمدة في تلات فراغات وربعة. وبعد كده تسعة سلسلة وهسيب فراغ. اهو. كده. انا عملت ستة عمدة سلسلة ستة عمدة. هعمل تسعة سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة سلسلة. هاخد لفة هسيب الفراغ ده. وفي الفراغ التاني هعمل عمود والتاني في نفس الفراغ. وهكمل لاخر الوحدة بنفس. الطريقة. ايدي. ستة عمدة سلسلة. وبعدها على طول في كل فراغ عمودين تلات فراغات هيبقوا ستة عمدة. خمسة. ستة. اهو. وبعدين هعمل تسعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة سلسلة هياخد لفة هسيب الفراغ ده وفي الفراغ اللي بعده هعمل اتنين عمود واحد اتنين في الفراغ اللي بعده اتنين عمود. وفي الفراغ اللي بعده الاخير اتنين عمود. عشان هنقفل الوحدة هنعمل سلسلة واحدة وهنقفل في اول سلسلة من فوق من السلسل دي. بغرزة منزلقة. هنقطع الخيط. انا عارفة ان الوحدات بتاخد تنظيف شوية بس لشكلها رائع وتنفع بقى بواقي الخيوط جدا. اهي. كده الوحدة بتاعتك تشبكت في الوحدات. هيسلقوا. اه بعد ما نشبك بس الاول دي. هيسلقوا اه الطول والعرض وهقول لك الشال هياخد كم وحدة? والكفية هتاخد كم وحدة? ولو هتعمل المفرش هتعمل اه ازاي? هعمل اه انا عملت قريدي اللي هي الاعمدة. بصوا. عشان بس تبقوا عارفين. انا عاملة شوية. وحطاهم في خيط كده عشان ما يضيعوش مني. عاملة اينا عطا عشتش شوية الدوائر كتير. علشان مش كل شوية قاعدة غير اللون. يعني انا الوقت اشتغلت اه اكتر من تلاتين اه دايرة. وبعد كده اروح مشبكة لقباد عشان يسهل عليك الشغل. لما بتعمل قسم الشغل مراحل بيقسم عليك الشغل كتير. فانا عاملة قريدي وحطاهم في خيط عشان ما يعودوش يضيعوا وادور عليهم. عاملة من كل لون حبة. وهاشتغل. فانا قريدي عملت الدايرة دي. هعمل السطر اللي هو فيه عمو سلسلة. وارجع فيه التشبيه على طول. هشبك بقى انا عملت السقطر اهو التالت. التاني هنبدأ في التالي. هدخل في الفراغ واعمل منزلقة. هعمل واحد اتنين تلاتة سلسلة. وفي نفس الفراغ هعمل عموض. الفراغ اللي بعده هعمل اتنين عموض. الفراغ اللي بعده هعمل اتنين عموض. وهعمل اربعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. التشبيه هيبدأ من النقطة دي. ثم هنا ثم هنا. هنشبك بزبط. هنا 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 هنا. تمام كده? اقرب لك الصورة. انا حطاها كده عشان تعرفي. التشبيه بيبدأ من هنا خلي بالك. هنا عملت اربعة سلسلة خلاص? في الزاوية دي. همسكها بص كده هو. واقلبها على ظهرها كده. مش هلب خلص الصور بس يعني هارفع على فوق جده. هعد من الجنب اليمين واحد اتنين تلاتة اربعة وفي رقم خمسة هدخل واسحب لفة واسحبها من اللي في ايدي. وبعدين اعمل واحد اتنين تلاتة اربعة بعدها هياخد لفة في الزاوية اه او الوحدة اللي في ايدي هسيب فراغ وفي الفراغ التاني هعمل اتنين عمود. واحد اتنين. في البعدية اتنين عمود واحد اتنين. في الفراغ اللي بعديها اتنين عمود واحد اتنين. هرجع للوحدة دي خلي بالك علشان دي ما تلفش منك كده. اللي هي دي. يعني على طول شغلك يبقى عدل كده. علشان ما تلفش ويبقى شكلها مش حيل. الوحدة اللي في ايدي اهيه. كده. ده هو ده ده. ده وشاهه ليه. والوحدة اللي في ايدي ده. ودهرها هو كده ليه. هدخل في الفراغ اللي بين الاتناشر عمود وهاخد لفة واسحابها من عندش. عادي هعمل ستة اعمدة جنب بعض في تلات فراغات في كل فراغ عمودين. ادي عمودين في اول فراغ وعمودين في تاني فراغ وعمودين في تالت فراغ. هعمل اربعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. هنا في نقطة التجمع دي خلي بالك. اما اسحب خواص طنهر بمعنى اهي فتر كده. مش اخد في الجنب ده واسيب ده. لا. هنا دي اجي مسكة كده ودي مسكة كده. هاخد حاول اخدها في النص هنا. علشان تبقى شكلها حلو. هاخد لفة. واسحبها من هنا. بعدها هعمل اربعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة. هاخد لفة. هرجع للوحدة اللي في ايجي. هسيب الفراغ واعمل اتنين عمود في تلات فراغات. يبقوه ستة عمدة. ادي اتنين في اول فراغ. ودي اتنين في تالت فراغ. في الوحدة التانية هدخل هنا. واسحب سلسلة هنا. واخد لفة واعمل اتنين عمود في الفراغ اللي بعده. واتنين عمود في الفراغ اللي بعده. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة هنا في اخر جزئيها ساشبكها هعيد من عمود هناو بعدها سلسلة اتنين تلاتة اربعة وفي خامس سلسلة هاخد لفة واسحبها من سلسلة اللي في ايدي. هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة بعديها. وهاخد لفة هسيب الفراغ ده في الفراغ التاني هعمل اتنين عمود في الفراغ اللي بعده اتنين عمود. في الفراغ اللي بعده اتنين عمود. سلسلة. وبعدين ستة عمدة. خلاص وما ارجع لكم. عملت ستة عمدة الباقية وتسعة سلسلة. هياخد لفة هسيب فراغ وفيقيه التلات فراغات اللي جايين دول. هعمل آآ عمودين في كل آآ فراغ. بس خلاص كده. هتفضل شبيك الوحدات كلها كده. لغاية ما توصل الطول اللي انت حابه. عملت آآ مفرش. آآ تقدر تعملي عادة اللي انت عايزة. آآ انا عاملها على قد آآ يا تربيزة. انت تطولي بقى زي دايما انشي. آآ عايزة زي ما انا قلت لك في آآ الشرح انت لو عايزة تعملي آآ آآ المقاس يعني تعملي كم وحدة في مقاس ايه? علشان آآ يزبط معيك ان شاء الله. تمام? انا بقى هستكفيت بده. هبدأ اعمل له قنار. يعني عايزة اسيبيه كده على الحرف تمام. ما فيش مشكلة. عايزة اعملي له قنار. اعملي له قنار. القنار هنعمل له ازاي? هنيجي عند اول وحدة. هنا كده. هنا في ستة عمدة وفي جبيهم آآ اسمها ايه آآ فاصل. هنجيب آآ خيط ايا كان بقى اللون انتش عايزة تعمليه. يعني عايزة تعمليه آآ بنفس اللون تمام? عايزة تعمليه بلون آآ من الوان اللي مفرش. اتمام. هعمل عقدة. اختري بقى اللون اللي انتش حبيه مش مشكلة. انا حابة ان هو يبقى سادة. عشان فيه الوان جوه. عشان الوان الجوه تبين. هاخد اصحب الخيط كده من اهي بينا. هسحب دي كده. هعمل سلسلة هدخل في نفس الغرزة وعمل حشو. هعمل ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. هاخد لفة. هسيب الفراغ ده في هنا عندي غرزة اللي هي التقابل بتاعة الغرزتين. هدخل هنا اهو. هاخد اعمل عمود. هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. هاخد لفة وفي نفس المكان. هدخل واعمل عمود. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة هاخد لفة. في نفس المكان هعمل عمود. هعمل ستة آآ سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. هاجي في الفراغ اللي بين العمودة ده. هعمل حشو. هعمل كمان واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. هاخد لفة هسيب الفراغ ده وفي تجمع بتوع الوحدتين. هدخل واعمل عمود. اربعة سلسلة. عمود في نفس الفراغ. مش الفراغ اللي هو في الزاوية عشان متقاش بس ايه تايا. اربعة سلسلة. وعمود في نفس التجمع ده. وبعدين هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. هاجي في التجمع. بعد الاعمدة دي. هعمل حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. اسيب دول كلهم واجي هاخد لفة واعمل فيه بين الوحدتين. هعمل عمود اربعة سلسلة. عمود في نفس المكان. اربعة سلسلة. عمود في نفس المكان. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. هاجي هنا في ستة عمدة بعدين في الفراغ الصغير ده هعمل حشوة هكزا لغاية ما اخلص السطر. هبصي. شكلة بقى اعمل ازاي? تمام? انا بدية من هنا. خلاص? انا هشتغل لغاية ما اوصل للزاوية. يعني لغاية ما اوصل اللي هنا هون وهارجع في نورك هتعمل الزاوية ازاي? ونكمل المفرش. وصلت لهنا. تمام? بصي فين? عايزة بقى اعمل الزاوية. هعمل الاول ستة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. هاخد لفة هنا هعد من بعد الاعمدة دي واحد اتنين تلاتة اربعة وفي رقم خمسة هدخل واعمل عمود. هعمل اربعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة. هاخد لفة وفي نفس السلسلة هعمل عمود. واحد اتنين تلاتة اربعة وفي نفس السلسلة هعمل عمود. واحد اتنين تلاتة اربعة وفي نفس السلسلة هعمل عمود. اصبح عندي زي زهرة كده بص هنا كل مرة بدي بقى اتنين بس. تمام? هنا تلاتة. وبعد كده هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة واجي. هنا هو اعمل حشب. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة واخد لفة. هنا في التجمع بتاع الوحدتين هعمل عمود اربعة سلسلة. عمود في نفس المكان. اربعة سلسلة. عمود في نفس المكان. ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. هاجي هنا هو واعمل حشب. وهكمل بنفس الطريقة اهي. عشان. بنت? تمام. عايزة تستكفي بالجزئية اه دي. تمام استكفي. مش عايزة. ممكن تكمل معنا. انا الوقت هكامل دايما يدور. في الزوية بس هعمل الحركة دي. وفي اه اللي هو هنا وهنا كده هعمل زي ما انا عملت هنا هم. في الزاوية بس هعمل هم يبقوا تلاتة كده هم. هخلص دايما يدور وارجع لكم. هنا في اخر زاوية عندي عملت ستة سلسلة وهاخد اللفة وهعد من واحد اتنين تلاتة اربعة وفي خمس سلسلة هعمل عمود. اربعة سلسلة. عمود في نفس المكان. اربعة سلسلة. عمود في نفس السلسلة. اربعة سلسلة. عمود في نفس السلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. هشبك فين? هنا عندي اول غرزة حشو انا عملتها في اول السطر هدخل كده. وعمل غرزة منزلقة. وده شكل السطر اللي هو الاولاني اللي بتاع الكنار. ممكن تسبيه كده يبقى لجيس. انه انش خلاص بقى تعملي مش قادرة. او شايف شكله? او ممكن تكملي زي ما هنكمل. حاجة رجع. هنيجي بقى نجامل كمل الكنار. هعمل سلسلة. هدخل في نفس المكان. واخد لفة واعمل حشو. هاخد لفة اتنين تلاتة على الابرة. الفراغ الكبير ده لا الفراغ السغنن ده. هدخل فيه. واخد لفة. هعمل عمود بتلات لفات. هاخد لفة واقفل من الحلقتين. لفة واقفل حلقتين. لفة واقفل حلقتين. لفة اتنين تلاتة على الابرة. وادخل في نفس الفراغ. واعمل عمود بتلات لفات. لفة اتنين تلاتة على الابرة واعمل عمود بتلات لفات. انا كده دي السلاسل الاولانية خلاص انا عملت كده تلات عوامية هعمل كمان تلات عوامية في نفس الفراغ. كل عمود منهم بتلات لفات. علشان مجموعهم يبقوا ستة اعمدة. ادي اتنين اربعة ستة اعمدة. ايه دي السلاسل اللي اشدعوا بيها اتنين اربعة ستة عمدة غير السلاسل. هعمل سلسلة لفة اتنين تلاتة فوق العمود ده هدخل واعمل عمود بتلات لفات. هعمل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة سلسلة لفة اتنين تلاتة على الابرة وفي نفس المكان هعمل عمود بتلات لفات. سلسلة لفة اتنين تلاتة على الابرة وجوه الفراغ الصغير ده. هعمل ستة اعمدة كل عمود منهم بتلات لفتا. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. اتنينة بقى خمسة. ستة. هنعمل سلسلة واحدة. هنيجي. هنسيبه الفراغ الكبير ده. وهنا فوق غرزة الحشو دي. هنعمل غرزة حشو. وده شكلها. لف اتنين آآ سلسلة الاول. لف اتنين تلاتة على الابرة. هسيبه الفراغ الكبير ده. فالفراغ الصغير ده. هعمل عمود بتلات لفات. هنعمل ستة اعمدة في الفراغ ده. كده كام? اتنين اربعة خمسة. نعمل ستة. عمدة كل عمود منهم. بتلات لفات. اتنين اربعة ستة. هنعمل سلسلة. تلات لفات فوق العمود اللي في النص ده. هنعمل. عمود بتلات لفات. تلاتة سلسلة. تلات لفات وعمود في نفس. المكان. سلسلة. تلات لفات والفراغ اللي جنبية على طول. هروح عملة ستة عمدة كل عمود منهم بتلاتة. لفات. كده اتنين. كده. تلاتة. اربعة. خمسة ستة سلسلة. هسيب الفراغ الكبير ده وفوق الحشو دي هعمل حشو. اهو. ده شكله. هكمل لغاية الزاوية وارجع اوريكم الزاوية هنعملها ازاي? ونكمل لغاية اخر ستة. يعني انا هكمل لغاية موسط للزاوية. هعمل كل حت جزئية لغاية موسط للزاوية وبعدين ارجع عشان اقول لكم هنكمل ازاي? شكل الكنارة اهو. هنبدأ نعمل في الزاوية. هياخد لفة. واعمل اول سلسلة. واخد تلات لفات على الابرة. هسيب الفراغ ده. وهدخل في ده. مركزة فين? خلاص. وهعمل تلات لفات. هعمل ستة اعمدة زي ما عملنا هناك بالزبط. ستة هعملها. كل عمود منهم بتلات لفات. اجي واحد. اتنين تلاتة. اربعة خمسة ستة. هعمل سلسلة. لفة. آآ تلات لفات سوري. فوق العمود ده. هعمل. عمود بتلات لفات سلسلة. هياخد تلات لفات في الفراغ ده. هعمل. عمودة بتلات لفات. ادي واحد اتنين. تلاتة. اربعة. اتنين سلسلة. واربعة في نفس الفراغ هنا. جيد. اتنين سلسلة. اربعة. سلسلة. تلات لفات. عمود فوق العمود ده. سلسلة. تلات لفات وهنا هعمل في اخر فراغ هعمل ست عمدة كل عمود بينهم بتلات لفات. هبرها لكم تاني. علشان تشوفوها. كده تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. اتنين اربعة ستة. هنعمل سلسلة. هنيجي هنسيب الفراغ ده طبعا وهنعمل هندخل في الحشل اللي هنا دي. هنعمل سلسلة وبعد كده نكمل بقى باقي شغل عادي. هنسيب ده وهنعمل هنا ست عمدة. بآآ تلاتة فات. وبعدين فوق العمود ده هنعمل سلسلة وبعدين عمود تلاتة سلسلة عمود في نفس المكان وبعد كده في الفراغ التاني نعمل ستة عمدة كل عمود منهم بتلات لفات. سويا حد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سلسلة. فوق العمود هنعمل عمود بتلات لفات. تلات سلاسل. عمود بتلات لفات فوق نفس. المكان. سلسلة. ست عمدة في الفراغ التاني كل عمود منهم بلفتين. واحد. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سلسلة. هنطيب هنا ونعمل فوق الحشو دي. الحشو. وهكزا لغاية اخر. يبقى احنا الزاوية تاني معانا. الزاوية عبارة عن ستة عمدة. سلسلة. عمود فوق العمود. سلسلة. في الفراغ اللي في النص ده عملنا. اربع عمدة كل عمود منهم بتلات لفات. اتنين سلسلة. اربع عمود كل عمود منهم بتلات لفات. آآ سلسلة. عمود فوق العمود. ستة عمدة كل عمود منهم بتلات لفات. وبعد كده حشو. هنا فوق الحشو. وبعدين هنرجع زي ما كنتم بنعمل هنا. هنعمل هنا. عايز. تمام? هكامل ده المرادور والزاوية هنعملها زي كده. اشتركوا في القناة